هذه هي الحلقة الثالثة بعد العاشرة من برنامجنا أسئلة وشيء من أجوبة رسالة بين يدي من أستاذة فاضلة من مصر تجتمل الرسالة على سؤالين سأجيب عليهم بحسب ما يسنح به المقام كاتبة الرسالة أعرف اسمها لأنني قد أجبت على بعض أسئلتها عبر التلفون إلا أنها ذيلت رسالتها بحروف مرموزة بدلاً عن اسمها ومن هذا أفهم أنها لا تريد أن أذكر اسمها عبر هذه الشاشة السؤالان مهمان السؤال الأول عن موقع مصر في برنامج ظهور إمام زماننا وأما السؤال الثاني عن معنى السجود لآدم سجود الملائكة لآدم وكان مفروضاً على إبليس أن يسجد أيضاً ولكنه استكبر ورفض سؤالان مهمان جداً قطعاً الإجابة التفصيلية الكاملة تحتاج إلى العديد من الحلقات وهذا ما لا يتوفر لي الآن لذا سأجيب بحدود الممكن بحدود الممكن من الوقت بالنسبة لموقع مصر في برنامج الظهور المهدوي عندنا منطقة الظهور منطقة الظهور وهي المنطقة التي ستجري فيها الإرهاصات وهي وهي الوقائع والأحداث ما قبل فترة العلامات المحتومة المحتومة العلامات المحتومة تبدأ في شهر رجب أئمتنا أئمتنا يسمونه برجب العلامات في سنة في سنة زوجية بحسب التقويم التقويم الهجري في سنة زوجية بحسب التقويم الهجري وفي رجب الذي هو رجب العلامات تبدأ العلامات المحتومة وأولها السفياني في الشام الناعق الذي ينعق في سوريا ونحن ننتظره أجيالنا التي مرت انتظرته ولا زلنا بانتظاره بانتظاره لا شوخا إليه إنما بانتظار رجب العلامات وبانتظار العلامة الأولى إنه السفياني هناك إرهاصات قبل السفياني الإرهاصات هذه تتحقق في منطقة الظهور ثم العلامات الحتمية وبعد ذلك وقائع الظهور ثم الحروب الأولى التي وفقا لنتائجها تتأسس نواة الدولة المهدوية كل هذه العناوين ستقع في منطقة الظهور والتي هي إيران العراق تركيا السعودية اليمن دول الخليج العربي الشام الكبير سوريا لبنان فلسطين والأردن وبعد ذلك تأتي مصر تأتي أم الدنيا كما يسميها المصريون هذه هي منطقة الظهور في هذه المنطقة تجري الإرهاصات تتحقق العلامات الحتمية تتشكل النواة الأولى للدولة المهدوية العالمية أهم وقائع عصر الظهور تقع في هذه المنطقة فمصر جزء أساسي من أجزاء منطقة الظهور على مستوى أرضها وعلى مستوى شعبها فأرض مصر جزء مهم من النواة الأولى للدولة المهدوية ومن شعب مصر تخرج جموع كثيرة لنصرة إمام زماننا هناك أرضية موجودة في أجواء مصر برغم كل ما جرى من الإضطرابات عبر التأريخ إلى الأحداث المشؤومة أحداث جماعة الإخوان المسلمين برغم كل ذلك فإن أرضية واضحة عند الشعب المصري توجههم إلى العترة الطاهرة بمستوى من المستويات هذه الأرضية وما سيبذر فيها من بذور ثقافة العترة الطاهرة التي بدأت شيئا فشيئا راقبوا راقبوا القنوات المصرية راقبوا الفضائيات المصرية راقبوا المتحدثين المصريين هناك نزوع واضح باتجاه العترة الطاهرة نزوع واضح جدا وهذا ما نتوقعه من المصريين فمصر كما قلت أرضا هي جزء من النواة الأولى للدولة المهدوية وشعبها تخرج منه جموع ناصرة لابن محمد صلى الله عليه وآله لمهديه المنتظر ما هو بغريب أن نجد الحديث واضحا وواضحا جدا في أجواء المصريين عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لابد أن تعرف من أن عاصمتين لإمام زماننا هناك العاصمة الدينية والسياسية العراق وهذه العاصمة على أرض الواقع الجغرافي تمتد متصلة متواصلة في هذا المثلث الكوفة الكوفة وما حولها النجف وما حولها كربلاء وما حولها هذه أركان المثلث الكوفة كوفة علي والنجف نجفه وكربلاء كربلاء حسين ما بين هذه الأركان هنا هنا العاصمة المهدوية الدينية والسياسية وهناك في أم الدنيا على شواطئ نيلها في القاهرة هناك في مصر وها هي القاهرة اليوم تحاول أن تلبس ثوبا جديدا هناك في مصر هناك العاصمة المهدوية الإعلامية منبر إمام زماننا ينصب هناك في القاهرة في مصر ولذا إذا درسنا تأريخ هذين البلدين العراق ومصر في منطقة الظهور إذا أردنا أن ندرس هذين البلدين في منطقة الظهور إنهما أكثر بلدان منطقة الظهور قد مرت عليهم من الحضارات والأمم المختلفة وجالت على أرضهما الديانات بأنواعها والفلسفات بأشكالها والآداب والفنون والاحتلالات المختلفة منذ عصر تدوين التأريخ منذ فجر التأريخ منذ بدأ المؤرخون يدونون وهناك شبه تأريخي ما بين البلدين احتلالات مختلفة حكومات متنوعة حضارات متباينة ديانات فلسفات فتن وأحداث صحيح أن الويلات في العراق أكثر من مصر لأن الشيعة تركزوا في العراق ولأن من شأ التشيع في العراق إنها الكوفة الحمراء هنا نشأ التشيع ومن هنا انتشر كل هذا الذي مر على البلدين يؤهل البلدين لأن يكون عاصمتين للدولة المهدوية العالمية حيث ستأتي الأمم وتأتي الشعوب إلى هذه الأسقاع هذا هو السر التأريخي منذ فجر التأريخ في هذين البلدين أقدم الحضارات أقدم الدول كثرة الاحتلالات تنوع الأمم والشعوب اختلاف الديانات والفلسفات إلى 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 كل هذا يشكل أرضية حتى لو أن أفراد الشعوب لا إلم لها بهذه التفاصيل لكن الذي يجري على الأمم إذا ما تكرر وتكرر وتكرر سيتحول إلى جزء من مورثاتها وهذا قد ثبت علميا الوقائع التي تجري في حياة الشعوب والتي تترك آثارا نفسية على أبناء تلك الشعوب إذا ما تكرر الأمر في عدة أجيال ستتحول تلك التأثير النفسية وتلك المؤثرات النفسية إلى جزء من المادة الموروثة إلى شيء ينتقل من جيل إلى جيل حتى يصبح جزء من تكوين تلك الشعوب وحينما حدثتكم عن زيارة الأربعين وقلت من أن غاية من غاياتها أنها نحو تدريب لشيعة العراق لأن البلد هذا ستأتيه الأمم والشعوب من كل مكان هنا هنا الكوفة هنا عاصمة المهدي هذه هي الحقيقة التي حدثنا عنها محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من هنا يتبين لنا أهمية موقع مصر في المشروع المهدوي قطعا هناك الكثير من التفاصيل إذا أردت أن أدخل فيها فإن الحلقة ستنتهي وما تم الكلام في الموضوع إلا أنني أكتفي بهذه العجالة وقلوبنا إلى نجباء مصر مشتاق هكذا وأعدونا أتحدث عن محمد وآل محمد وأعدونا من أنهم سيقبلون سيقبلون حتما سيقبلون سيقبل النجباء من مصر والأبدال من الشام كي يجتمع في بلاد الرافدين مع أخيار العراق فهناك أخيار العراق وهناك أبدال الشام وهناك نجباء مصر وهناك اليماني الذي سيقبل من اليمن حيث يلتقي الجميع على أرض علي على أرض دجلة والفرات نذهب إلى فصل أما السؤال الثاني من الأستاذة الفاضلة المصرية السؤال الثاني حول معنى وحقيقة السجود لأبينا آدم سأجمل الجواب وإلا فإن الآيات واضحة هناك برنامج خلافة الله في أرضه وهناك وهناك من التفاصيل التي تحدثت الآيات الكريمة عنها إذا ما وجهت وجهي إلى وجهتها فهذا سيفتح أبوابا يطول الكلام والكلام في أجوائها لكنني سأبدأ من هذه النقطة من نقطة أن موضوع السجود لأبينا آدم يلخص حقيقة دين الله الذي سيكون في الأرض أقرأ عليكم من تفسير القم رضوان الله تعالى عليه وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة الحادية والأربعين الرواية طويلة وإنما سأأخذ منها موطن الحاجة قال الصادق صلوات الله عليه فأول من قاس إبليس فأول من قاس إبليس واستكبار والاستكبار هو أول معصية عصي الله بها قال الذي قال هو إمامنا الصادق صلوات الله عليه فقال إبليس يا رب أعفني من السجود لآدم وأنا أعبدك عبادة لم يعبدكها ملك مقرب ولا نبي مرسل هذه حقيقة الدين إبليس عالم ولكنه منتفع من علمه إبليس كان عابدا ولكنه منتفع من عبادته إبليس يؤمن بالله إبليس يعرف معنى العبادة ولكنه أسس منهجا وهذا هو الذي فعلته هذه الأمة أسست منهجا لها بخلاف ما كان يريده رسول الله واقعة رزية الخميس تبين لنا الحقيقة هذه النبي أراد شيئا عمر والصحابة أرادوا شيئا آخر الحكاية هي الحكاية بالضبط وبالدقة فقال إبليس يا رب أعفني من السجود لآدم وأنا أعبدك عبادة لم يعبدكها ملك مقرب ولا نبي مرسل قال الله تبارك وتعالى لا حاجة لي إلى عبادتك إنما أريد أن أعبد من حيث أريد لا من حيث تريد هذا هو دين الله وحقيقة القرآن من أوله إلى آخره تختصر في هذه الكلمات عليكم أن تقفوا طويلا عند هذه الكلمات وخاطبوا الذين يبحثون عن الحقيقة هذه هي الحقيقة قال الله تبارك وتعالى لا حاجة لي إلى عبادتك أنت تقترح دينه أنا أريدك أن تسجد لآدم ما هذا الذي أنت تقوله لا حاجة لي إلى عبادتك إنما أريد أن أعبد من حيث أريد العبادة لا تزن بالكيلوغرام حتى يقول إبليس لله وأنا أعبدك عبادة لم يعبدكها ملك مقرب ولا نبي مرسل العبادة هي العبادة أن تكون لله مثلما تحدثت في الحلقتين الماضيتين في مضمون معنى النية وهذا الكلام يكون متمما موضحا إنه عبارة عن مثال عملي للتنظير الذي مر في الحلقتين المتقدمتين من هذا البرنامج حيث دار الحديث عن النية الدينية الشرعية ومضمونها وفحواها هذا هو الدين سجود الملائكة لأبينا آدم حقيقة الدين جوهر الدين لا حاجة لي إلى عبادتك إنما أريد أن أعبد من حيث أريد لا من حيث تريد وهذا هو الذي جاء في بيعة الغدير النبي الأعظم قدم ما قدم وما أوذي نبي مثل ما أذيت كما يقول صلى الله عليه وأهله قدم ما قدم رسول الله ومع ذلك فإن الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة تقول له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة هذا هو الدين جوهر الدين هذا حقيقة الدين هنا ولذا فإن الذين أخلصوا لبيعة الغدير أخلصوا للدين الآيات التي مرت علينا في الحلقة الماضية التي تتحدث عن أن الدين يكون خالصا لله تتحدث عن هذا المضمون سلمان أتحدث عن سلمان المحمدي المقداد أبو ذار والذين جاءوا من بعدهم هؤلاء أخلصوا في دينهم وأخلصوا لدينهم وأخلصوا عبادتهم ودينهم لله أما الذين طردهم رسول الله في واقعة رزية الخميس فهؤلاء على منهج إبليس حين طرد عمر بن الخطاب وكبار الصحابة قوموا عني طردهم طردهم وما فتح لهم أبواب الرضا بعد ذلك ولا هم جاءوا واعتذروا وإنما الوسام الأخير الذي منحهم إياه رسول الله أطرت أنطردهم وهنا يتميز الحق من الباطل هنا لا حاجة لي إلى عبادتك لا حاجة لي إلى سقيفتك أنتم تدعون أنكم ذهبتم إلى السقيفة لطلب الإصلاح في هذه الأمة وما أفسد الأمة وما أفسد الدين إلا أنتم لا حاجة لي إلى عبادتك يا إبليس كان عليك أن تسجد لآدم مثل ما أريد أنا وكان على الصحابة أن يذعنوا لعلي مثل ما يريد رسول الله ومثل ما بايعوا في الغدير لكنهم ذهبوا ذهبوا في الاتجاه المظلم في كتاب سليم بن قيس أول شخص بايع أبا بكر على المنبر إبليس إبليس جاء بصورة رجل بصورة رجل آدمي فأول شخص بايع أبا بكر حينما صعد على المنبر بايعه إبليس الرواية لها تفصيل في كتاب سليم بن قيس لا حاجة لي إلى عبادتك إنما أريد أن أعبد من حيث أريد لا من حيث تريد ماذا قالوا لأمير المؤمنين نحن لا ننكر فضلك هكذا كانوا يقولون له إلا أن قومك لا يريدونك فهم يعرفون فضله وهم الذين بايعوه إنما أريد أن أعبد من حيث أريد لا من حيث تريد وإن لم تفعل فما بلغت رسالته الكلام هو هو فأبا أن يسجد حتى بعد هذه المحاورة أبا إبليس أن يسجد أن يتراجع عن موقفه وهذا وهذا الذي جرى في السقيفة فأبا أن يسجد فقال الله تعالى فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك وإن عليك لعنة إلى يوم الدي فاخرج منها فإنك رجيم الرواية طويلة وإنما أخذت منها موطن الحاج وأعتقد أن هذه الكلمات التي قرأتها من حديث إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه تلخص الموضوع بكل تفاصيله لأن السجود لآدم لم يكن لآدم دقيقوا النظر معي إنني أقرأ عليكم من كتاب الإحتجاج للطبرسي وهو من أعلام القرن السادس الهجري هذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان إنها طبعة المجلد الكبير الذي يشتمل على الجزئين حديث مفصل عن إمامنا الصادق إنها محاججة قوم لدينا لهم مع إمامنا الصادق هذا الزنديق يحاجج الإمام أذهب إلى موطن الحاجة صفحة 339 فماذا قال الزنديق لإمامنا الصادق أفيصلح السجود لغير الله هل يصح السجود لغير الله أفيصلح السجود لغير الله قال لا السجود لله فقط فماذا قال الزنديق فكيف أمر الله الملائكة بالسجود لآدم فماذا قال إمامنا الصادق إن من سجد بأمر الله سجد لله إذا كان عن أمر الله فحقيقة السجود لأبينا آدم سجود لله هذا منطق العترة هل سمعتم أن أحدا من غيرهم ولم يكن ناقلا عنهم يتحدث بمثل هذا هذا منطق العترة هذا هو دين العترة الذي أدعوكم إلي مثلما أدعو نفسي وأدعو القريبين مني والبعيدين عني هذا دين محمد وأهل محمد هذه ثقافة العترة هذه المعارف القيم الزنديق يقول أفيصلح السجود لغير الله الصادق يقول لا الزنديق يقول فكيف أمر الله الملائكة بالسجود لآدم إذا كنت تقول من أن السجود لغير الله لا يصح قال إن من سجد بأمر الله سجد لله إذا كان عن أمر الله فالسجود لأبينا آدم هو في حقيقته سجود لله دقق النظر معي هذا تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه طبعة ذو القربة الطبعة الأولى قموا المقدسة هذا تفسير ينكره مراجع النجف أغبياء أغبياء لا يفقهون شيئا من دين العترة الطاهرة أغبياء وثولان بتمام معاني هذه الكلمات صفحة 354 حديث طويل عن إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه أذهب إلى موطن الحاجة ما يتعلق بحديثي في هذه الحلقة إمامنا الحسن العسكري يقول ولم يكن سجودهم لآدم الملائكة ما سجدوا لآدم ولم يكن سجودهم لآدم إنما كان آدم قبلة له يسجدون نحوه لله عز وجل الحديث جميل ومفصل وطويل لكنني ماذا أصنع للوقت هذا يكاد أن يخنقني هذا الوقت إنه يمسك بتلابيبي يجرني جرا وأنا أحاول أن أخلص نفسي منه ولم يكن سجودهم لآدم لمن كان سجودهم يا إمامنا العسكري إنما كان آدم قبلة لهم يسجدون نحوه لله عز وجل إلى بقية التفصيل في موضوع السجود لله والسجود لغيره فإن السجود لغير الله ليس جائزا بأي وجه من الوجوه السجود لله والملائكة سجدوا لله إلا أن آدم كان قبلة وماذا بعد هذا هو الجزء السادس من البرهان في تفسير القرآن جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية لهاشم البحراني رضوان الله تعالى عليه وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان نحن في أجواء سورة ساد ماذا نقرأ في سورة ساد الآية الثالثة والسبعون بعد البسملة وما بعدها فسجد الملائكة كلهم أجمعون بعد أن أمرهم سبحانه وتعالى بالسجود إنها حكاية السجود لأبينا آدم فسجد الملائكة كلهم أجمعون الآية الآية دقيقة الآية تخبرنا من أن الملائكة سجدوا بإخلاص قد تقولون أين هذا دقيق دقيق نظر فسجد الملائكة هذا جمع تكسير معرف بالألف واللام يا من تعرفون أسرار العربية جمع التكسير إذا كان معرفا بالألف واللام يدل على جميع الأفراد فلو أن الآية قالت فسجد الملائكة هذا يعني لم يبقى ملك من الملائكة إلا وسجد جمع تكسير معرف بالألف واللام الألف واللام هنا لاستيعاب كل الأفراد لاستغراق كل الأفراد هذه ألف ولام الاستغراق الاستيعاب فسجد الملائكة كلهم كلهم تأكيد أول ثم ماذا أجمعون تأكيد ثاني الآية لو قالت فسجد الملائكة فإن هذا يكفي هذا التأكيد لا يخبرنا عن العدد فقط وإنما يخبرنا عن اندفاع الملائكة بإخلاص وعن سرعتهم في أداء سجودهم لأبينا آدم حيث اتخذوه قبلة وآدم قبلة مزدوجة فهناك القبلة الفيزيائية وهناك القبلة المعنوية وكلاهما تحقق في السجود لأبينا آدم هذا هو الذي جرى على أرض الواقع فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس الله يحاوره ويفتح له باب الرجوع عن ضلاله قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين مسخرة الذين يفسرون هذه الآية بأن العالين هم المستكبرون خطباء المنبر من أمثال الوائل وغيره حينما يفسرون هذه الآية يفسرون العالين بالمستكبرين ما هي الآية قالت أستكبرت أم كنت من العالين أستكبرت أم كنت من المستكبرين ما هذا الهرى أية بلاغة هذه وأي لغو هذا ينسب إلى القرآن العالون هنا مجموعة معينة هي أعلى من الجميع لحن الآية واضح يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت هو كان مستكبرا لأن الآية السابقة هكذا قالت إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين فهذا المعنى متحقق لكن الله يريد أن يلفت أنظار الملائكة يريد أن يلفت أنظارنا نحن الذين سيصل القرآن إليهم حتى تكون الواقعة كاملة فهذا جزء من برنامج البيان الإلهي ليس بخصوص القرآن فقط وإنما بخصوص كل الملأ الأعلى وكل الملأ الأسفل يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين الآيات واضحة هناك الله هناك أبونا آدم هناك الملائكة الذين سجدوا كلهم أجمعون هناك إبليس الكافر المستكبر وهناك العالون الآيات واضحة دقق النظر فيها مشهد السورة هكذا يقول هناك الله هناك أبونا آدم هناك الملائكة الساجدون وهناك إبليس المستكبر وهناك العالون من هم هؤلاء سألوا رسول الله صفحة 516 إنه الحديث التاسع نقلا عن ابن بابوي عن الصدوق بسنده عن أبي سعيد الخدري قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله إذ أقبل إليه رجل فقال يا رسول الله أخبرني عن قول الله عز وجل لإبليس أستكبرت أم كنت من العالين من هم يا رسول الله الذين هم أعلى من الملائكة المقربين لأن الملائكة قد سجدوا جميعا المقربون وغير المقربين سجد الملائكة كلهم أجمعوا هكذا هكذا جاء تعبير سجدوا جميعا من هم يا رسول الله الذين هم أعلى من الملائكة المقربين فقال رسول الله أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين كنا كنا في سرادق العرش نسبح الله فسبحت الملائكة بتسبيحنا قبل أن يخلق الله آدم بألف عام فلما خلق الله عز وجل آدم أمر الملائكة أن يسجدوا له ولم يؤمروا بالسجود إلا لأجلنا السجود كان للنور الذي شع في أبينا آدم من محمد وآل محمد ولم يؤمروا بالسجود إلا لأجلنا فسجدت الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس فإنه أبى أن يسجد فقال الله تبارك وتعالى يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين من هؤلاء الخمسة المكتوبة أسماؤهم في سرادق العرش فنحن باب الله الذي يؤتى منه بنا يهتدي المهتدون فمن أحبنا أحبه الله وأسكنه جنته ومن أبغضنا أبغضه الله وأسكنه ناره ولا يحبنا إلا من طاب مولده صار واضحاً أن السجود لأبينا آدم هو سجود لله لأن السجود لغير الله لا يهجوز بأي وجه من الوجوه آدم كان قبلة آدم الذي هو آدم في جسده وروحه هذا الوجود الفيزيائي كان قبلة فيزيائية للملائكة فيزيائياً توجهوا بوجوههم إليه الملائكة أيضاً لهم وجود فيزيائي يناسبهم بحسبهم حينما نتحدث عن الملائكة من أنهم قوة معنوية بالمقايسة إلى أجسادنا وإلا فإن الملائكة يمتلكون وجوداً فيزيائياً لكنه بحسبهم يختلف عن الوجود الفيزيائي الذي هو لنا الجهة الفيزيائية من الملائكة توجهت إلى أبينا آدم إلى الجهة الفيزيائية منه أما الجهة المعنوية من الملائكة فقد توجهت إلى نور محمد وآل محمد مثل ما قال رسول الله إنما أمروا بالسجود لأجلنا فهم وجه الله الجهة المعنوية لكن السجود بكله بأصله بحقيقته لله هو الذي أمر بهذا هو الذي أمر الملائكة أن يسجدوا ويتوجه إلى الجهة الفيزيائية لأبينا آدم في جانبهم الفيزيائي وأن يتوجه معنويا إلى وجه الله في نور محمد وآل محمد الذي شع وأشرق في أبينا آدم وهذا هو الذي حدثتكم عنه في الحلقة الماضية قد يصعب على أحدكم هذا المعنى لأنه لم يتربى عليه وإنما تربى على شيء آخر على أي شيء تربيتم تربيتم أن تتوجه فيزيائيا إلى الكعبة وأن تتوجه معنويا لأي شيء لصورة وهمية عن الله في قلوبكم وعقولكم ومن توهم هذه الصورة كان مشركا لست أنا الذي أقول أحاديث محمد وآل محمد هي التي تقول هذا من توهم صورة من خياله وأوهامه لله في عقله وقلبه فقد خلق الله بحسب تصوره هذا من خلقكم أنتم تتوجهون فيزيائيا إلى الكعبة وتتوجهون معنويا إلى صورة وهمية تصنعونها من أوامكم وهذا شرك هذا ما هو الله أو أنكم تتوجهون إلى الكلمات التي تتلفظونها وهذا شرك أيضا قد تقولون إذن لا نفكر بالكلمات هذه الكلمات لا يفكر المصلي بها وكأنه في درس لغوي وإنما تأخذ المعاني العام لهذه الآيات مراد من المعاني العام هناك جوهر معنوي في الآيات يكون النظر مسلط عليه لكن في الوقت نفسه ونحن نتوجه فيزيائيا إلى الكعبة نتوجه معنويا إلى وجه الله أنتم أنتم تتوجهون إما إلى لا شيء وهو توجه إلى جهة لكن الجهة لا شيء أو أن تتوجه إلى الألفاظ والكلمات وتبقون منشغلين بها أثناء الصلاة أو أن تتوجه إلى صورة وهمية وتضعون نية ما أنزل الله بها من سلطان لا في القرآن ولا في حديث العترة تصلون قربة إلى الله في أي نص من نصوص القرآن أو في أي نص من أحاديث العترة ورد هذا الكلام قرأت عليكم النصوص النية أن تكون العبادة لله الملائكة سجدوا لله لكنهم توجهوا فيزيائيا إلى قبلتهم إلى آدم وتوجهوا معنويا إلى قبلتهم المعنوية إلى نور محمد وآل محمد وهذا هو الذي قلته قبل قليل من أن حكاية السجود لأبينا آدم هي حكاية الدين هي حقيقة الدين هذه هي ثقافة العترة الطاهرة نذهب إلى فاصل عد نوياك تقصير لا والله كلنا تقصير عد نوياك تقصير يعني أننا في بعض الجهات لسنا مقصرين نحن مقصرون في كل أحوالنا إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حين ذكروا القائم عنده سألوه عن ولادته هل ولد القائم فقال لا ولو أدركته لخدمته أيام حياتي الصادق هو الذي يجعل حياته وقفا لخدمة مهدي آل محمد فمن أنا ومن أنتم مقصرون والله يا حسين مقصرون يا قائم آل محمد مقصرون نحن والعذر إليكم العذر إليكم نعتذر من قصورنا نعتذر من تقصيرنا عن أي شيء نعتذر ومن أي شيء نعتذر أعينونا أعينونا أن نكون صادقين ونحن نقول معكم على الأقل في مستوى الوجدان لا في مستوى العمل على الأقل في مستوى الوجدان أن نكون صادقين معكم حين نقرأ في زيارة الجامعة الكبيرة فمعكم معكم لا مع غيركم صلوات الله عليكم دعاء الجوشني الصغير وهو دعاء مروي عن إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه في آخر الدعاء هناك سجود وقد قرأت كلماتي ذكر هذا السجود في الحلقة الماضية أعيد قراءتها لأنها تنسجم مع الحديث الذي أتحدث به في هذه الحلقة أنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان إنه الكتاب المتوفر في بيوتكم هكذا نقول في الدعاء الذي يكون بعد قراءة دعاء الجوشن الصغير في سجودنا سجد وجهي الذليل لوجهك العزيز الجليل هذه هي القبلة المعنوية قطعاً ونحن ساجدون وإن كان سجوداً مندوباً فإنه يستحب أن يكون ذلك باتجاه القبلة إن كان ممكناً سجد وجهي الذليل لوجهك العزيز الجليل سجد وجهي البالي الفاني لوجهك الدائم الباقي سجد وجهي الفقير لوجهك الغني الكبير سجد وجهي وسمعي وبصري ولحمي ودمي وجلدي وعظمي وما أقلت الأرض مني لله رب العالمي سجد وجهي وسمعي وبصري ولحمي ودمي وجلدي وعظمي وما أقلت الأرض مني كل تكويني سجد لله رب العالمي سجد وجهي وجهي عقلي وقلبي وإدراكي وضميري ووجداني وفطرتي هذا هو الجانب المعنوي مني سجد وجهي وسمعي وبصري ولحمي ودمي وجلدي وعظمي وما أقلت الأرض مني كل جزء من أجزائي ما أقلت الأرض مني ما أقلمه من أظافري ألا يذهب إلى الأرض ما يسقط من شعر رأسي وبدني ألا يذهب إلى الأرض إلى غير ذلك ما أقلت الأرض مني فأنا منذ بداية نشأتي وإلى هذه اللحظة كل جزء إن كان معنويا أو كان ماديا هو ساجد لك يا إلهي حتى هذه الفضلات التي تخرج من جسدي كأظافري كهذا الشعر الزائد إلى غير ذلك سجد وجهي الجانب المعنوي وسمعي وبصري ولحمي ودمي وجلدي وعظمي الجانب المادي وما أقلت الأرض مني بل كل شيء كان جزء مني وذهب إلى الأرض لله رب العالمي هذا هو أصل السجود أما بداية الدعاء سجد وجهي الذليل الجانب المعنوي لوجهك العزيز الجليل لنورك الأنوار للقبلة المعنوية كما قلت قبل قليل هذه المعاني قد تكون في غاية الصعوبة حين تطبيقها لماذا؟ لأننا ما نشأنا عليها مثلما نشأنا بطريقة مشابهة ولكنها ليست صحيحة نتوجه فيزيائيا إلى الكعبة نخلق صورة وهمية عن الله في دواخلنا أو أن نتوجه إلى الألفاظ والنية عندنا من أننا نصلي أو أن نصوم قربة إلى الله وهذا لا وجود له لا في القرآن ولا في حديث العترة وهو شيء مركب معقد تعودنا عليه لو أننا تعودنا على العبادة السليمة مثلما هي في دين العترة الطاهرة لما قال قائل من أن صورة هذه معقدة الصورة معقدة لكننا لو نشأنا عليها من البداية لما صارت معقدة سجد وجهي الذليل الجانب المعنوي العقل القلب الضمير الفطرة الوجدان سجد وجهي الذليل لوجهك العزيز الجليل لنورك الأنوار لمحمد وآل محمد فهم قبلتنا المعنوية مثلما الكعبة الأحجار قبلتنا الجسدية محمد وآل محمد قبلتنا المعنوية سجد وجهي الذليل لوجهك العزيز الجليل سجد وجهي البال الفاني لوجهك الدائم الباقي سجد وجهي الفقير لوجهك الغني الكبير السجود المعنوي الجهة المعنوية ونحن نتوجه إلى القبلة المعنوية وكل هذه المنظومة هي لله سجد وجهي وسمعي وبصري ولحمي ودمي وجلدي وعظمي وما أقلت الأرض مني لله رب العالم هذا هو الذي جرى في السجود لأبينا آدم الملائكة سجدوا لله لأن الذي أمر بالسجود هو الله ولأن السجود لا يكون إلا لله لكنهم اتخذوا من الجانب الفيزيائي في أبينا آدم قبلة فيزيائية ومن الجانب المعنوي نور محمد وآل محمد قبلة معنوية وكان سجودهم لله ولذا فإن الله قال لإبليس إني أريد أن أعبد من حيث أريد من حيث تتوجه فيزيائيا إلى الجانب الفيزيائي في آدم وتتوجه معنويا إلى الجانب المعنوي إلى نور محمد وآل محمد الذي أشرق فيه وأصل المطلب هو سجود لله لكن الله يريد عبادته بهذه الطريقة هذا هو الذي قصدته من أن السجود لأبينا آدم يمثل حكاية الدين يمثل جوهر الدين يمثل الإسلام في أكمل صورته إنها بيعة الغدير اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصر واخذل من خذنه نذهب إلى فاصل في السياق نفسه إنها الآية السابعة والثمانون بعد البسملة من سورة يونس وأوحينا إلى موسى وأخيه من هو أخوه؟ إنه هارون النبي وأوحينا وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوت بمصر واجعلوا بيوتكم قبله وأقيم الصلاة وبشر المؤمنين الآية تتحدث عن مقطع زماني مر فيه بنو إسرائيل حينما كانوا في مصر تحت سلطة الفراعنة فكانوا يخافون إظهار دينهم فأوحى الله إلى موسى وهارون وأوحينا إلى موسى وأخيه فأوحى الله إلى موسى وهارون أن يجمع بني إسرائيل في منطقة سكنية متقاربة في حي واحد وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ تبوأ اتخذ أن تبوأ لقومكما بمصر بيوته تلاحظون أن شراكة واضحة في الوحي في الأمر الإلهي فيما بين موسى وهارون الخطاب مثنى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوته فصنعوا حيا لهم وقالوا لهم صلوا في بيوتكم تقية القبلة أين المسجد الرئيس أين بيت موسى وهارون واجعلوا بيوتكم بيوتكم هذا خطاب لموسى وهارون تعظيما لهم واجعلوا بيوتكم قبلة قبلة لمن لتلك البيوت التي يصلي فيها بنو إسرائيل وأقيم الصلاة بعد أن ترتب تهيئ حيا سكنيا لقومكم فاجعل من بيتكم من بيوتكم أنت يا موسى وأنت يا هارون اجعل بيوتكم مسجدا دار عبادة وقبلة في الوقت نفسه وأقيم الصلاة وبشر المؤمنين الجانب الفيزيائي أين في بيت موسى وهارون هذا هو الجانب الفيزيائي الجانب المعنوي في مضمون بيت موسى وهارون إنهما موسى وهارون هذه الجهة المعنوية أعتقد أن الآية واضحة وواضحة جدا لكن أحدا لا يتدبر فيها ولا يسأل العطرة عن مضمونها العطرة تقول العطرة تقول إمامنا الرضا وهذه ليلة استشهاده صلوات الله عليه إنني أقرأ عليكم من عيون أخبار الرضا للصدوق المتوفى سنة ثلاثمية واحد وثمانين للهجرة وهذا هو الجزء الأول من طبعة مؤسسة شمس الضحى الثقافية صفحة ثلاثمية وأربعة وعشرين هذا هو الباب الثانث والعشرون إنه الحديث الأول وهو حديث طويل مفصل عنوانه عنوان هذا الباب ذكر مجلس الرضا صلوات الله عليه مع المأمون مع المأمون العباسي في الفرق بين العترة والأمة المجلس طويل لكنني أذهب إلى موطن الحاجة منه إمامنا الرضا يبين الفوارق ما بين العترة والأمة وأما الرابعة النقطة الرابعة الميزة الرابعة التي تميز العترة عن الأمة وأما الرابعة فإخراجه صلى الله عليه وآله الناس من مسجده ما خلاء العترة وسد الأبواب أبواب الصحابة إلا بابه إلا باب عليا بقي مفتوحا على المسجد هذا هو باب العترة وسد وفاطمة وحسن وحسين وزينب العقيلة تلحق تفرعا أما العترة تأصلا علي وفاطمة وحسن وحسين وأما الرابعة فإخراجه صلى الله عليه وآله الناس من مسجده ما خلاء العترة حتى تكلم الناس في ذلك وتكلم العباس قالوا لقد ترك ابن عمه ترك صهره زوج ابنته هكذا كان الصحابة يقولون إنهم يحصدون عليا حتى تكلم الناس في ذلك وتكلم العباس فقال يا رسول الله تركت عليا وأخرجتنا لماذا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما أنا تركته وأخرجتكم ولكن الله عز وجل تركه وأخرجكم هذا بأمر الله المسجد بيته بيت الله الله حر في بيته ألستم أحرارا في بيوتكم الله حر في بيته أخرجكم وتركه وتكلم العباس فقال يا رسول الله تركت عليا وأخرجتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما أنا تركته وأخرجتكم ولكن الله عز وجل تركه وأخرجكم ثم يقول إمامنا الرضا وفي هذا وفي هذا تبيان قوله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام أنت مني بمنزلة هارون من موسى قالت العلماء العلماء الذين جاء بهم المأمون لإحراج إمامنا الرضا حكاية الرضا صلى الله عليه مع المأمون حكاية طويلة مفصلة أخذ المأمون يجمع العلماء من كل مكانين ومن كل الديانات علهم يحرجون الإمام الرضا قالت العلماء العلماء من الذين يقولون نحن مسلمون وأين هذا من القرآن لا يستطيعون أن يكذبوا هذه الحقائق هم يعرفونها يعرفون أن هذا هو الذي جرى على أرض الواقع أيام رسول الله يبحثون عن أي شيء لأجل إحراج إمامنا الرضا قالت العلماء وأين هذا من القرآن وهل بالضرورة أن القرآن يتحدث عن كل وقائع التاريخ ما هذه واقعة تاريخية لكنهم يريدون إحراج الإمام الرضا قالت العلماء وأين هذا من القرآن قال أبو الحسن عليه السلام إمامنا الرضا كنيته أبو الحسن قال أبو الحسن عليه السلام أوجدكم سأضع أمامكم قرآنا أوجدكم في ذلك قرآنا وأقرأه عليكم قالوا هات استغربوا قال قول الله عز وجل وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبله ففي هذه الآية منزلة هارون من موسى لأن الوحية جاء مشتركا ولأن الأمر جاء واحدا للإثنين ولأن بيت موسى وبيت هارون صار مسجدا وقبلة هل تجدون مثل هذا عند غير عترة محمد وأهل محمد هذه حقائق القرآن ابحثوا ابحثوا في تفاسير سقيفة بني ساعد وابحثوا في تفاسير سقيفة بني طوس ستعودون خائبين الحقائق هنا والنور هنا والهداية هنا والرشد هنا في فناء محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قال قول الله عز وجل وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة ففي هذه الآية منزلة هارون من موسى وفيها أيضا منزلة علي عليه السلام من رسول الله صلى الله عليه وآله لأن منزلة علي من رسول الله هي هي منزلة هارون من موسى ومع هذا دليل واضح في قول رسول الله صلى الله عليه وآله حين قال ألا إن هذا المسجد ألا إن هذا المسجد لا يحل لجنوب إلا لمحمد وآله لأنهم لا يتعرضون للجنابة هم مطهرون عن مثل هذه العناوين ألا إن هذا المسجد لا يحل لجنوب إلا لمحمد وآله الكلام واضح ومع ذلك هم يبحثون هؤلاء الذين جاء بهم المأمون يبحثون عن كل أمر في مختلف الزوايا قالت العلماء يا أبا الحسن هذا الشرح وهذا البيان لا يوجد إلا عندكم بالضبط مثلما يتابعني من يتابعني من علماء السنة فحينما يشاهدون الحقائق جلية قالوا هذا تفسير العطرة أما هم فعندهم تفسيره يذهبون إلى ضلاله تفسير العطرة هو تفسير محمد وتفسير محمد هو تفسير الله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم الله الراسخون في العلم محمد وعترته وهذا هو منطق القرآن قالت العلماء يا أبا الحسن هذا الشرح وهذا البيان لا يوجد إلا عندكم معاشر أهل بيت رسول الله وماذا تريدون يوجد عند من فقال ومن ينكر لنا ذلك ورسول الله يقول أنا مدينة العلم وعهلي بابها نحن أبواب مدينة العلم حجج بعد الحجج مثلما نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة كلامكم نور هو هذا هو هذا هو هذا الكلام النوري الذي لطه لما أناديكم وأدعوكم أن تتمسكوا به وأن تتدبروا فيه قالت العلماء يا أبا الحسن هذا الشرح وهذا البيان لا يوجد إلا عندكم معاشر أهل بيت رسول الله فقال ومن ينكر لنا ذلك ورسول الله يقول أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة فليأتها من بابها فنحن أبواب المدينة ففيما أوضحنا وشرحنا من الفضل والشرف والتقدمة والإصطفاء والطهارة ما لا ينكره إلا معاناة إلى آخر كلامه صلوات الله وسلامه عليه الصورة واضحة وواضحة جدا وجلية وجلية جدا فبنو إسرائيل أمرتهم أوامر الله أن يقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بالفلح إذا كانوا يصلون بهذه الطريقة وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين فبنو إسرائيل يتوجهون فيزيائيا إلى بيت موسى وهارون ومعنويا إلى نورية موسى وهارون وأما الصلاة فهي لله وأقيموا الصلاة الصلاة لا تقام لغير الله وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وهذا هو الوجه الذي استدل به إمامنا الرضا حينما استدل بالآية وبين مضمونها هناك العديد من المطارب التي ترتبط بهذه الآية وبحديث إمامنا الرضا لكنني أرى الوقت يجري سريعا ولا أستطيع أن أتوغل في كل التفاصيل وهذا واضح إذا ما ذهبنا إلى الآية الخامسة بعد العاشرة بعد المئة من سورة البقرة وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ موطن الحاجة هنا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا تُوَلُوا تُوَلُوا وجوهكم المعنوية فَأَيْنَمَا تُوَلُوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ أَمَّا الْوَجْهُ الفيزيائي ففي السورة نفسها في الآية الرابعة والأربعين بعد المئة بعد البسملة قد نرى تقلب وجهك في السماء إنه الوجه الفيزيائي لأن سماء جهة فيزيائية فلنولينك قبلة ترضاها قبلة فيزيائية فولِّ وجهك شطر المسجد الحرام قبلة فيزيائية هذا الوجه الفيزيائي فولِّ وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فوَلِّوا وجوهكم شطرة وحيث ما كنتم فيزيائيا فولوا وجوهكم شطرة إلى آخر ما جاء في الآيات التي تتحدث عن القبلة الفيزيائية أما القبلة المعنوية فهي هذه فأينما تولوا فثم وجه الله فهناك قبلة معنوية وهناك قبلة فيزيائية وجهنا الفيزيائي أبداننا الترابية تتوجه إلى الكعبة الترابية إلى الأحجار والصخور إلى سمتها إلى جهتها أما وجهنا المعنوي يتوجه إلى وجه الله وجهنا المعنوي العقل القلب الضمير الوجدان الفطرة هذه العناوين لا يمكن أن تتواصل مع صخور مع صخور الكعبة وأحجارها إنما إنما أبداننا تتجه باتجاه سمتها عقولنا وقلوبنا تتوجه إلى القبلة المعنوية التي نصبها الله لنا وهنا لا بد أن تكون القبلة معصومة لا يمكن أن ينصب الله لنا بشرا يمثل القبلة المعنوية يمثل وجه الله ما لم يكن معصوما هم يقولون نحن كعبة الله ونحن القبلة ونحن المسجد الحرام هذه كلماتهم ما هي كلمات هذه كلماتهم يقولون نحن المسجد الحرام نحن البيت الحرام نحن القبلة نحن الكعبة إلى أن يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنا صلاة المؤمنين وصيامهم أنا فاتحة الكتاب ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب هذه حقائق الدين الوقت يجري سريعا هذه المطالب تفتح على مطالب لا أستطيع أن أغطي كل المطالب في هذه العجالة أعتقد أن معنى السجود لأبينا آدم صار واضحا إذا أضفناه إلى معنى النية الدينية الشرعية حيث حدثتكم في الحلقتين الماضيتين سيتشكل من ذلك لوحة تفصيلية كاملة في معنى العبادة الحقيقية وفقا لفقه العترة الطاهرة نذهب إلى فاصل أتمنى أن تكون الإجابة وافية على سؤالي الأختي الأختي الفاضلة الموقرة من مصر رسالة من العراق ومن كربلاء وهي الأخرى من أخت عزيزة فاضلة إنها تنقل ما يتحدث به بعض الناس هكذا جاء في بعض سطور هذه الرسالة في الروايات المذكورة بكامل الزيارات الكتاب المعروف لابن قولوي المتوفى سنة 368 للهجرة رضوان الله تعالى عليه من أهم كتب الزيارات في الروايات المذكورة بكامل الزيارات حول الصلاة في الزيارة داخل الضريح تتحدث عن زيارة الحسين إذا زرت الإمام فاجعله قبلة وغيرها وغيرها من الروايات المؤكدة في زمن الظهور أقرأ أقرأ مثل ما جاء في الرسالة أن تقصد أنه أن كربلا تصبح هي القبلة ثم تأتي الأسئلة هل نصلي باتجاه القبلة هل نصلي باتجاه ضريح الحسين إلى بقية التفاصيل الكلام يقع في جهتين الجهة الأولى بحسب ما جاء في الرسالة من أنه في روايات كامل الزيارات بخصوص زيارة سيد الشهداء إذا زرت الإمامة فاجعله قبلة أقول وبضرس قاطع لا يوجد مثل هذا الكلام في كامل الزيارات على الإطلاق هذا هو كامل الزيارات بين يدي لابن قولوي وهذه طبعة مكتبة الصدوق طهران إيران وهذا هو الباب الذي يفترض فيه أن الروايات هذه قد وردت الباب الثمانون كيف الصلاة عند قبر الحسين عليه السلام صفحة ميتين أو تسعة وخمسين الرواية الأولى خلية من هذا المضمون لا يوجد فيها شيء من هذا القبيل إنها إنها عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه جاء فيها صلي عند رأس قبر الحسين وهذا موضوع لا علاقة له بالذي تتحدث عنه الرسالة لأن الرسالة تقول من أن الروايات في كامل الزيارات هكذا قالت إذا زرت الإمام فاجعله قبلة الرواية الثانية الرواية الثانية هي بنفسها كرر ذكرها ابن قولوي في الرقم الخامس بسنده عن أبو اليسع قال سأل رجل أبا عبد الله وأنا أسمع أبو اليسع يسمع وهذا الرجل يسعل الإمام الصادق فماذا قال السائل إذا أتيت قبر الحسين أجعله قبلتان إذا صليت الذي قال الكلام هو السائل لم يقل الإمام الصادق إذا أتيت قبر الحسين أجعله قبلتان إذا صليت الإمام هكذا قال له تنح هكذا ناحية تنح هكذا ناحية الكلام ليس واضحا الرواية مجملة لا نستطيع أن نرتب أثرا عليها هل أن الإمام قال له تنح هكذا ناحية أي ابتعد عني لأن الإمام أراد أن يظهر رفضه لمضمون السؤال أو أن الإمام قصد من أنك إذا كنت هناك فتنح جانبا عن القبر الشريف أم أن الكلام كان في مقام تقية لا ندري الكلام ليس واضحا الرواية ليست واضحة هذه رواية توضع جانبا لا نرتب عليها أثرا الواضح فيها سؤال السائل السائل هو الذي قال إذا أتيت قبر الحسين أجعله قبلة إذا صليته فقال الإمام الصادق صلوات الله عليه تنح هكذا ناحية الكلام ليس واضحا وحتى إذا أردنا أن نفهم الرواية بهذا الفهم أن الإمام الصادق قال له إذا ما صليت في حرم الحسين فتنح جانبا عن القابر وهذا المعنى ليس ظاهرا إذا كان هذا المعنى فلا وجود لما جاء في الرسالة من أن الروايات قالت إذا زرت الإمام فاجعله قبلة الرواية الثالثة لا يوجد فيها شيء عن القبلة وإنما جاء فيها إذا فرغت من التسليم على الشهداء إذا ما زرت الحسين أولا وسلمت على علي الأكبر وسلمت على الشهداء إذا فرغت من التسليم على الشهداء ائت قبر الحسين ثم تجعله بين يديك ثم تصلي ما بدى لك تجعله بين يديك أي لا تعطي ظهرك لضريح الإمام والضريح مبني باتجاه القبلة فأنت تصلي باتجاه الكعبة باتجاه القبلة التي نعرفها والضريح مبني باتجاه القبلة القبور عندنا في ديننا تبنى باتجاه القبلة فالقبر مبني باتجاه القبلة والمصلي يصلي باتجاه القبلة الرواية تتحدث عن هذا الأدب حينما تصلي عند ضريح الإمام المعصوم فلا تعطي ظهرك لضريح الإمام المعصوم وإنما تصلي خلف الضريح وهذا لا يعني أن القبلة قد تغيرت القبلة هي القبلة فلا وجود لكلمة القبلة في الرواية هنا إذا فرغت من التسليم على الشهداء ائت قبر الحسين ثم تجعله بين يديك ثم تصلي ما بدى لك الرواية الرابعة لا ذكر فيها للقبلة لا من قريب ولا من بعيد الرواية الخامسة تكرار للرواية الثالثة التي قرأتها عليكم عن أبي اليسع سأل رجل أبا عبد الله وأنا أسمع عن الغسل عن الغسل إذا أتى قبر الحسين قال أجعله قبلة إذا صليت قال تنح هكذا ناحية إلى آخر ما جاء في الرواية الرواية لا يوجد فيها ذكر من أن الإمام المعصوم قال إذا زرت الحسين فاجعله قبلة وهذه الرواية السادسة بسنده بسند ابن قولوي عن هشام بن سالم عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه أتاه رجل فقال له يا ابن رسول الله هل يزار والدك قال فقال نعم والدك يعني الحسين ويصلى عنده وقال الإمام ويصلى خلفه ولا يتقدم ولا يتقدم عليه ويصلى خلفه خلف الضريح فهذه الروايات خلية بالمطلق من معنى اتخاذ قبر الحسين قبلة هذه كل روايات الباب الذي يرتبط بهذا الموضوع في كتاب كامل الزيارات وهذا الأمر نفسه موجود في سائر كتبنا لا أريد أن أتحدث عن بقية الكتب لأن السؤال يتحدث عن كتاب كامل الزيارات هذا الكتاب الذي بين يدي وهذا هو الباب المختص بالموضوع فكل روايات كامل الزيارات في الباب المختص بالموضوع خلية من أن قبر الحسين يتخذ قبلة كلمة قبلة وردت في سؤال السائل في رواية واحدة تكرر ذكرها السائل هو الذي يقول أجعله قبلة على سبيل السؤال والاستفهام والجواب لم يكن واضحا بل ربما يشعرنا بأن الإمام لم يكن مرتاحا لمثل هذا السؤال كل الذي جاء في الروايات من أننا نتأدب عند الحسيني وهكذا عند سائر المعصومين في مزاراتهم إذا ما صلينا في الحرم نفسه في الحرم الحسيني في الحرم الكاظمي في الحرم نفسه لا يجوز لنا أن نصلي ونعطي ظهورنا للقبر الشريف وإنما نصلي وراء القبر الشريف باتجاه القبلة التي يعرفها الجميع باتجاه الكعبة هذا هو الذي جاء في روايات كامل الزيارات ولا توجد رواية أخرى في بقية كتب المزارات التي عندنا تتحدث عن هذا الموضوع كل الروايات التي عندنا تأمرنا بالتأدب حينما نصلي أن نصلي خلف الضريح الشريف أن يكون الضريح الشريف بين أيدينا أما القبلة فهي هي القبلة التي يصلي إليها أهل القبلة جميعا إنها الكعبة نتوجه إلى سمت مكة إلى المسجد الحرام هذا ما يرتبط بالشق الأول من السؤال نذهب إلى فاصل أما الشق الثاني من السؤال يتحدث عن روايات مؤكدة في زمن الظهور في زمن الظهور المهدوي من أن كربلاء ستكون هي القبلة في الحقيقة لا توجد عندنا رواية واحدة بهذا المضمون بحسب ما أعلم إنني قد تتبعت كتب المكتبة الشيعية ما كان منها مخطوطا وما كان منها مطبوعا ليس اليوم إنني أتحدث أنني أتحدث عن زمن قبل خمسة وثلاثين عاما تتبعت كتب المكتبة المكتبة الشيعية ما كان منها مخطوطا وما كان منها مطبوعا حول هذا الموضوع فما وجدت ليس رواية ما وجدت ربع رواية في هذا الموضوع فلا أدري كيف يكون الكلام عن روايات مؤكدة في زمن الظهور من أن كربلاء ستصبح هي القبلة لي كتاب طبع سنة 1414 للهجرة قبل أكثر من ثلاثين عاما عنوانه فتن في عصر الظهور الشريف هذه نسخة من الكتاب بين يدي يمكن لسائلة أن تراجع موضوعا بهذا الخصوص يبدأ من صفحة 303 وينتهي في صفحة 314 حيث ذكرت كل المعطيات التي ترتبط بهذا الموضوع لا توجد عندنا رواية واحدة في كتبنا التي نعرفها بل في كل كتب المكتبة الشيعية لا توجد عندنا رواية واحدة تقول بهذا المعنى هناك كلام ذكره الشيخ الصدوق في تعليقه على رواية من الروايات وهذا الكلام ليس موجودا في كتاب الصدوق الذي كان فيه موجودا في وقتنا المعاصر لأنني في السنوات الماضية بحثت في العديد من نسخ كتاب كمال الدين وتمام النعمة للصدوق عن الكلام المقصودي بخصوص أن كربلاء ستكون قبلة عند ظهور إمام زماننا في دولة إمام زماننا هذا الكلام ذكره الصدوق في كتابه كمال الدين وتمام النعمة بحثت سابقا في السنين الماضية في النسخ المتوفرة منها ما هو مطبوع بالطباعة الحروفية ومنها ما هو مطبوع بالطباعة الحجرية ومنها ما هو مخطوط ما وجدت هذا الكلام وحاليا بين يدي ثلاث نسخ وهذه النسخ حققت على العديد من النسخ المخطوطة خلية من هذا الكلام كمال الدين وتمام النعمة هذه طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان الطبعة الثانية الفين واربع ميلادي يفترض أن الكلام يكون هنا تعليقا على الحديث الخامس والعشرين من باب النوادر صفحة ستمية وعشرة رقم الحديث خمسة أو عشرين لا يوجد شيء من الكلام عن كربلا وعن القبلة والكعبة الكلام كان موجودا تعليقا وحاشية من الصدوق على الحديث الخامس والعشرين من باب النوادر وهو آخر باب في الكتاب هذه نسخة الأعلم وهذه نسخة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة وهي في الحقيقة النسخة التي حققها علي أكبر الغفاري علي أكبر الغفاري هو الذي حقق هذه النسخة مؤسسة النشر الإسلام في مدينة قم أعادوا طباعتها والغفاري حققها على نسخ مهمة على أكثر من سبع نسخ مخطوطة وذكر تفاصيل الكلام في مقدمة الكتاب يمكنكم أن تراجعوا ذلك من صفحة 17 وما بعدها الأصول المعول عليها في تصحيح الكتاب وقد صححها على النسخ المخطوطة المتوفرة في المكتبات الشيعية في إيران أيضا إذا ذهبنا إلى باب النوادر إلى الحديث الخامس والعشرين فإننا لا نجد تعليقا ولا حاشية للصدوق على هذه الرواية وهذه طبعة حديثة وقد حققت تحقيقا جيدا كمال الدين وإتمام النعمة للصدوق إنها مؤسسة شمس الضحى الثقافية هذه النسخة حديثة ألف أربعمية وأربعة وأربعين هجري قمري نحن الآن في سنة ألف أربعمية وخمس وأربعين وفي بداياتها نحن في أواخر شهر صفر إنه الشهر الثاني وهذه وهذه طبعة سنة ألف أربعمية وأربع وأربعين هجري قمري هذه النسخة حققت على النسخ الخطية الموجودة في مكتبة المرعش في مدينة مشهد أيضا إذا ذهبنا إلى باب النوادر وهو آخر باب في الكتاب إلى الحديث الخامس والعشرين لا نجد تعليقا على هذه الرواية أقرأ عليكم الرواية يبدو أن وقت أذان النجف صار قريبا أكمل الإجابة لكم في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر